وصلنا وإياكم في سلسلة شرح القانون الجنائي إلى الباب الثالث المتعلق بالجنايات والجنح التي يرتكبها الموظفون ضد النظام العام وفيه مجموعة من الفصول كتب من 233 كتب سلي عند 262 الفرع الأول كي يهدر على طوات الموظفين فيه الفصول 233 حتى الـ 236 الفصل 233 ينص على أنه إذا حصل اتفاق على أعمال مخالفة للقانون إما بواسطة اجتماع أفراد أو هيئات تتولى قدرا من السلطة العامة وإما بواسطة الرسلين أو مراسلات فإن مرتكب الجريمة يعاقبون بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر ويجوز كذلك أن يحكم عليهم بالحرمان من أحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل الأربعون وبالحرمان من تولي الوظائف والخدمات العامة لمدة لا تتجاوز عشر سنين هذا الفصل ينص على أن أي اتفاق بين الموظفين أو أي واحد عنده شيء مهم في الوظيفة العمومية قاموا بإجتماع أو أنهم يترسلوا بهدف أنهم يديروا اتفاق مخالف للقانون سيتعقبوا بالحبس من شهر حتى الستجهور وبالحرمان من وظائف العمومية لمدة أهشر سنوات وكذلك الحرمان من الحقوق الوطنية الفصل 234 ينص على أنه إذا حصل اتفاق بوسيلة من الوسائل المشار إليها في الفصل السابق على إجرات ضد تنفيذ القوانين أو أوامر الحكومة فإن الجنات يعاقبون بالإقامة الإجبارية مدة لا تتجاوز عشر سنوات فإذا كان الاتفاق على هذه الإجراءات حصل بين سلطات مدنية وهيئات عسكرية أو رؤسائها فإن المحرضين على ذلك يعاقبون بالسجن من خمس إلى عشر سنوات أما الجنات الآخرون فيعاقبون بالإقامة الإجبارية مدة لا تتجاوز عشر سنوات هذا الفصل كان ينص على أنه إلى كان هذا الاتفاق بالوسائل المدكرة في الفصل 233 يعني إما بالاجتماع أو بالمراسلات أو بالرسول من أجل أنه يوقف ضد القوانين أو أوامر ذلك الحكومة فالإقامة الإجبارية هي الجزاء وقد تكون لمدة لا تتجاوز عشر سنوات أما إذا كان هذا الاتفاق فيه سلطات عسكرية ومدنية فغادي يتعاقبوا الرؤساء والمحرضين بالسجن من خمسة إلى عشر سنوات أما المنفذين الآخرين أو الجنات الآخرين فعندهم الإقامة الإجبارية لمدة عشر سنوات من بعد كي يجد الفصل 235 وكي نص على أنه في الحالة التي تكون فيها الإجراءات المتفق عليها بين سلطات مدنية وهيئات عسكرية أو رؤسائها قد قصد منها أو نتج عنها مساس بالأمن الداخلي للدولة فإن المجرمين يعاقبون بالإعدام أما غيرهم من الجنات فيعاقبون بالسجن المؤبد قلت المجرمين هي في الحقيقة المحرضين ولكن هذا الفصل كان ينص على أنه هذا الاتفاق بين السلطات المدنية والعسكرية إذا كان الهدف منه أو نتج عليه المساس بالأمن الداخلي للدولة المحرضين عندهم عقوبة الإعدام أما باقي الجنات فغادي يديوا السجن المؤبد الفصل 236 كيقول رجال القضاء والموظفون العموميين الذين يقررون بناء على تفاهم بينهم تقديم استقالتهم بقصد منع أو توقيف سير العدالة أو سير مصلحة عامة يعاقبون بالتجريد من الحقوق الوطنية العقاب الموظفين والقضاء لكي يديروا اتفاق باش أنهم يستقلوا بشكل جماعي ويوقفوا سير العدالة أو سير الإدارات العمومية الجزاء ديالهم هو تجريد من الحقوق الوطنية كي يجي الفرع الثاني والعنوان دياله تجاوز سلطات الإدارية والقضاء يختصاصتها وإنكار العدالة في الفصل 237 حتى الـ 242 الفصل 237 كيقول يعاقبوا بالتجريد من الحقوق الوطنية كل من يرتكب من رجال القضاء أو ضبار الشرطة أحد الأفعال الأتية التدخل في أعمال السلطة الشريعية وذلك إما بإصدار نظم تشمل على نصوص تشريعية وإما بتعطيل أو توقيف تنفيذ قانون أو أكثر التدخل في المسائل المخولة للسلطات الإدارية وذلك إما بإصدار نظم متعلقة بهذه المسائل وإما بمانع تنفيذ أوامر الإدارة هنا المشرع كيعاقب بالجريد من الحقوق الوطنية كل قاضي أو كل ضابط شرطة قضائية ما بغاش ينفد القانون أو عطل هذا القانون أو دار شي قانون آخر ضدًا على السلطة الشريعية أو كذلك تدخل في المسائل للسلطة التنفيذية أو للإدارة أو ما بغاش ينفد الأوامر للإدارة كيجي الفصل 238 كينص على أنه كي يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية كل عامل أو باش أو قائد ممتاز أو قائد أو حاكم إداري تدخل إما في عمل من أعمال السلطة التشريعية وذلك بإصدار نظم تتضمن نصوصا تشريعية أو بتعطيل أو توقيف تنفيذ قانون أو أكثر وإما في عمل من أعمال السلطة القضائية بإصدار أمر أو نهي إلى المحاكم هذا الفصل كي يعاقب إما القيد يا الباشا يا العامل يا الخليفة يا أي واحد عنده شي مهمة ديال السلطة كي يدخل في شؤون ديال السلطة التشريعية أو أنه دار شي قوانين ضدا على السلطة التشريعية أو وقف تنفيذ القانون أو عطله أو أنه كي يعطي الأوامير القضاء أو كي أمر القضاء بعدم تنفيذ القانون أو غيرها من هذه الجرائم فالعقوبة هنا كتكون هي الجريد من الحقوق الوطنية من بعد هذا الفصل كي ينص على أنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وغرامة مالية من خمسين إلى خمسمائة درهم كل عامل أو باشا أو قائد ممتاز أو قائد أو أي حاكم ندار أخر فصل في مسألة من اختصاص المحاكم وذلك في غير الحالات التي ينص عليها القانون ورغم معارضة الخصوم أو أحدهم بمعنى إلى شي قائد أو شي باشا أو شي خليفة أو أي واحد في السلطة مشاك يدير المهمة دي المحاكم ضدا على الرغبة دي الخصوم أو حتى واحد فيهم يعني غير واحد فيهم إلى عارضه وأنه ما بغاش يفصل لي في هذه المسألة وما كانش شي قانون كي ينص أن الناس هادوا عندهم الحق يفصلوا في هذه المسائل العقاب ديهم هو الحبس مشهر حتى العامين وغرامة من ألف ريال حتى العشر ألف ريال وكي يجيب الفصل مئتين وربعين كي يقول لي كل قاضي أو موظف عمومي له اختصاصات قضائية امتنع من الفصل بين الخصوم لأي سبب كان ولو تعلل بسقوط القانون أو غموضه وصمم على الامتناء بعد الطلب القانوني الذي قدم إليه ورغم الأمر الصادر إليه من رؤسائه يمكن أن يتابع ويحكم عليه بغرامة من مئتين وخمسين إلى ألفين وخمسمائة ديرهم على الأكثر وبالحرمان من تولي الوظائف العمومية من سنة إلى عشر سنوات هذا الفصل ينسل على أن أي قاضي ما بغاش انفض الأوامر القانونية أو ما بغاش يفصل في الدعاوة المدنية أو الجنائية وما بغاش ذلك الشيء وكي يتعلل بشيء أسباب واهية غير موجودة في القانون وما بغاش انفض الأوامر اللي جاتوا بأنه يفصل في المسائل القضائية فإنه سيتحكم بوحد الغرامة ديال خمسة ألف ريال حتى الخمسين ألف ريال و سيتحرم أنه يولي موظف عمومي من سنة حتى العشر سنين هذا الشيء اللي كان في هذا الجزء نتمنى أن نكون وصلت المعلومة وصلت الفكرة و نتمنى من أي واحد تبقى معنا حتى لدابة وشوف هذا الفيديو وعجبوه يشارك في القناة ويدعمها و نشكر جميع المشتركين والمشتركات و الداعمين و الداعمة للقناة و نتمنى لكم أوقات طيبة أينما حللتم وارتحلتم و موعدنا في القريب العاجل بإذن الله و أحييكم تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته